أول شي كتير كتير ان تكوني مانيك حاضرة الفيلم وتبلش تسمع الفيدباك تبع الناس عن الفيلم اللي أحكي صراحة يعني كل الفيدباك اللي عم يوصل لي إجابة كتير مش شوي كل الناس عم بيقولولي أنه ما عم منصدق أنه هيدا فيلم لبناني ما عم منصدق أنه نعمل هيك فيلم بلبنان هل قدي حلو هل قدي حقيقي وهل قدي حلو هل قدي شغل فيه فمبسوطة كتير من قراء الناس وما ببالغ بسقول أنه عن جد كل الناس اللي حضروا قالوا لي أنه فيلم روعة فأي كانت ويت أنه أنا كمان أحضروا في عالم كتير عم تتأثر في عالم طالع عم تبكي في مدام هيك أول رياكشن أنه أنا وقفي على البيب أجت قلت لي أنت بدي أضربك بس إيه هيك أنه بحرقص لأنه عبالي شوف كتير محمسة تشوف شو الفين محضرني بس طلعنا بانطباع جيد جداً زهر أنه انبسط الجماعة شفت العالم كتير مبسوطة وشفت الرياكشن طبع العالم هيك فيه انبهار بشكل كتير حلو ويعني وهيدا عم بيحرقني عم بيقهرني أنه لازم شوف الفيلم بقى شو الأحساس رح بيطق قلبي اللي حتى شوفوا الفيلم انطباع العالم جيد جداً يعني كلهم طلعين مبسوطين وحبينوا للفيلم وعم يحكوا أنه هيدا بعد مش معمول مثلوا هالفيلم هلا الأراء اللي عم بيسمعها هي كتير إيجابية أنه انطروا 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 الناس نطرة بطريقة ما على طبيعية نطرة النتيجة ونحن نطرين أكتر لأنه بعدنا ما حضرنا كتير قواد الفيدباك بس تشوفي الناس الناس العاديين الناس الطيبين الناس الزبدك الشعبيين أنا بيهمني رأيهم كتير كتير مبسوطين كتير مصدقين كتير ما حسوا بالوقت الأصداء اللي عم تصلي كرميلوا قلبي رح ينفجر رح يطلع من هون رح يطلع من هون قلبي قدمها سعيدة بيطلعوا أصحابي راحوا من خلال جمعية الضمانطة وايكي بيجوا بيقولولي سمارة مش معقول صورة إضاءة ميزيك إخراج تمثيل وليك ما فيك تشيلي لولا من الفيلم شو بدك قلبك يقولوا بقديك نص مدرسة حضرته وكتير حبته قالت أنه لو أنا كتير بيعرفوني أن لهجتي بيروتية كتير عرفوا أنه عن جدي كتير مثلت منيها قالوا لي أنه كتير حلو كان وكمان وقت حضرته كوزينتي قالت أنه رفقيتها قالوا أنه كلهم المثلين كتير منيح والموسيقى كتير حلو وكل شي حلو قالوا لي كتير حلو الفين وكتير قديم ونبسطوا فيه وعرفوا حياة قديسة جديدة وحبوه وقالوا أنه هنه يارد بمثله مثله رأي الناس كان كتير بوزيتف كلهم كانوا عم بيقولوا كيف كان التمثيل الكاركترز كيف كانوا عم بيعبروا بتعبير رائع وكلنا كنا عم نقدي دورنا بشكل رائع وأنا كتير محمصة أحضره لأنه أول شي هي أول إكسوريينس إلي بالسينما ولأنه يعني هيدا الفيلم مشتغلنا وتعبنا عليه كتير فنستحل نستحل يعني إنه إلي معاني هم يستطيعنا أن يكون به سميانا جيدا إنه إلي معاني إن Happy